في كل مكان ودائما صباح الشروق مساحات مختلفة نفتحنا وفض الصباح على كل ولاياتنا السودانية ونحتفي بموروثها الثقافي ومع بداية هذا الصباح اليوم فتحنا نفذة صباحية على الولاية الشمالية وتحدثنا عن جوان مختلفة للتراث والأشياء التراثية في الولاية الشمالية وهذه النافذة على الموروث الغنائي والموروث الشعب الغنائي في كردفان سعداء أن يقوم معنا الفنان سليمان الرحيمة من أبناء كردفان للحديث حول هذا الموضوع ونتناول أيضا أهنايات مختلفة صباح الخير مرحب صباح مرحب بيك أنا زعيف بأنه أكون مدفع على غنابة الشروق إن شاء الله صباحات تكون باعي مرحب بيك وبداية انتدار نحدث عن الدراس كردفان والأهنا كردفان هو مرتبط بالحكاية الشعبية مرتبط بالحكاية المجتمعية وجوانب مختلفة حتى في النفير في الزراعة في غيرها الغنى موجود خليل تكلم عن الجاند دا بالله ياهو كردفان هي طبعا يعني غنية للتراس وبعدين الأبائل فيها شتى فإن إحنا إطراعنا ويجينا يعني أو نهلنا من الصبرونا حاجات جميلة جداً زي ما قلت في النفير وفي التراس وفي الأعراس إطراعات مختلفة الحمر والمسيرية والبني والبنية 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 والنوبة هي قبائل مختلفة قبائل مختلفة لكن خلينا نتكلم عن الإطراعات الموجودة في المنطقة والله إقعات كثيرة ما تتحصر لكن أبرزة شنو النوب عندهم الكيرن دي معروفة بعد ذلك عندهم حاجات كل قبيلة جواها عندها في من قبل النوب عندها إقعات يعني منهم الكاركو عندهم الإقع بتاع بتاع التوش عندهم إقع بتاع الدكتيل عندهم إقعات مختلفة بكل مناسبة براها والإقعات بتاعة المسيرية برضو إقعات مختلفة الحمر إنما الجراري والطول والحسيس وكده فحاجات ما تتحصل يعني كردفان غنية بالتراس ويمكنهم حتى الإقعات إذا تكلمنا مثلا عن الجراري هو مرتبط بالإبل أكتر أو إقع الحيوانات مسيرة المنطقة وبيعة المنطقة الكران لأنه هو مثلا مرتبط بالقارة وغيرها لأنه مثلا كران مختلفة وقارة أكتر فالإقعات بيكون حتى هي من طبيعة المنطقة نعم نعم طيب حنسمح شنو بداية كده أو خلينا نسمع مباشرة آه جدا تفضل نحن العود معك تفضل اشتركوا في القناة 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 البحيرة حمينة كالك دي البحيرة حمينة كالك هاي غريقة هاي غريقة غريقة المجلد يمسيني ومسيني المجاري للصنور المجاري للصنور الريل حلاتة الريل حلاتة الريل حلاتة في الرئي يا الصنور في الكلاقي يا الحي بلاقي في الكلاقي يا الحي بلاقي من الدبكر من الدبكر من الدبكر الحماري يا أجادي يا أجادي ومسيني يا أجادي يا压ي يا أجادي oluosa أي يال غريقة اشتركوا في القناة 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 خضرتي الليونة من تفاصيل عيونة رب الكون يسونة من العين المجنونة رب الكون يسونة العين السحر المجنونة اشتركوا في القناة 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 مع المطلع أبابوم بعمل الكلمات لكن اتعاونت مع مجموعة من الناس فدي واحدة منهم عاجة البشر رفاية طيب البيجزبك شنو قصدي في الكلمات عشان انت مختارة غنية البيجزبني المفردات القير مطلوق يعني هسا في الغنية دي في حاجة كده بيجول لك طرقانة يعني طرقان زي الزول الشفقان الطرقان دي جاية من طرقة الكسرة يتب تكون قاعد جمحة بوبتك بتعوس ويتب تجيب تميد يدك يقول لك الزول دي طرقان يعني الشفقان ما بظهر طيب يعني هي قصدك انه الكلمات تكون برضو مطبطة بالتراث وكذا يعني الامتداد للغنى الكردوفاني بالتأكيد في الموروثة الشعبي عنده جواني مختلفة يعني غنى الحكامات من زمان انتدادا لأجيال ممكن تكون سابقة وغيرها قدر شنو مهم انه الفنان في الحاضر يرتب بالموروث ده عشان هما يكون مشبع بالموروث ده ويكون قادر على انه يختار ويغني اغنيات فيها التراث الكردوفاني والله انا اقول لك فيه ناس كتير يتناولوا الناس السابقون اتناولوا عبدالقادر سالم وصدق عباس والغيرهم الناس قدموا التراث بطريقة جميلة جدا وطوروه وبالضرورة انه زول عشان يكون فيه تواصل اجيال ات لما انت قدم الحاجة لازم تقدمها في غالب جميل وغالب مقبول وما تطلع من الاطار بتاع الا او ما تشويها التراث عشان يكون مقبول للجيلة السابقك والناس جيلك اول الاصر الحالي او الزمن صح وخاصة الارتباط بالتراث والفنانة اللي بيغني للتراث عليه مسئولية كبيرة في حفظ هذا الموروث من المفردات والايقاعات وغيرها نحنا عبرك بنحيي كل اهلنا في كردوفان وبنحتفي بهذا الموروث بالتأكيد في جوانب مختلفة من خلال صباح الشروع وحنختم معاك هذه المساحة شكرا لحضورك جزيلا سليمان الكردوفاني كان حضور اليوم من خلال هذا اليوم سليمان الرحيمة وحضور في بصمات تراثية وعمل في الواقع خلق هذه الكاتوف والتعايش ومحقافة الأشياء السالبة الموجودة في المجتمع عموما وفي السودان وفي المجتمع الكردوفاني شكرا لك جزيلا حنختم بأغنية تفضل موسيقى 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 خضرتي الليونة خضرتي الليونة ومن تفاصيل عيونة عبا الكون يصخونة من العين الميونة عبا الكون يصخونة العين الساحر الميونة موسيقى موسيقى خضرتي الرميانة خضرتي الرميانة العين الكحلة النعسانة موسيقى 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 خضرتي الدقاجة خضرتي الدقاجة نارى الوجد الحراجة انا ارضو لي بردن evolve لناسح المشتغة انا ارضو لي بردن evolve لدي الناس المشتغة موسيقى 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 بحكتي اشتركوا في القناة